حضي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله خلال مسيرته بمكانة دولية رفيعة المستوى فلطالما حصد سمو رئيس الوزراء رحمه الله على الإشادة والتقدير دوليا على الكثير من المبادرات والأدوار التي مارسها وكان لها دور بارز وبصمة واضحة حضور دولي لافت ومكانة دولية رفيعة المستوى حظي بها سمو رئيس الوزراء رحمه الله فلطالما احتفى به العالم لما له من مكانة مرموقة يشهد عليها القاسي والداني في كل المحافظ الدولية دائما ما تلقى سمو رئيس الوزراء رحمه الله الإشادة والتقدير على الكثير من المبادرات والأدوار التي مرسها وكان له دور بارز وبصمة واضحة دائما ما أكد من خلال مواقفه العالمية الثابتة في الكثير من المناسبات الأممية أن القضايا الإنسانية المشتركة في العيش بأمن وسلام وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تكفل سبل العيش الكريم للشعوب وهو ما أكد على الحاجة إلى إرادة جماعية تقوم على الوعي بهمية العمل المشترك لوضع الحلول الملائمة لكل ما يهدد مستقبل البشرية الدبلوماسية البحرينية منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من خمسين عاما شهدت انطلاقات قوية استطاعت أن ترسم لنفسها خطا واضحا ورؤية متكاملة في الانفتاح على العالم وخلال هذه السنوات قامت الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء رحمه الله بالعديد من الخطوات التي عززت من حضور مملكة البحرين دوليا من خلال تبني سياسة خارجية تتسم بالتوازن والعقلانية وارتكزت على العديد من المبادئ الحضارية التي تحث على الاحترام المتبادل وبناء صروح التعاون على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة تعددت درجات العلاقات التي عززها سمو رئيس الوزراء غفر الله له دوليا انطلاقة من قاعدة مهمة هي الإيمان التام بأهمية تعزيز العلاقات مع جميع الدول الشقيقات والصديقة والمنظمات الدولية بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية في المقام الأول إذ عزز سموه غفر الله له على تنويع أطر العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة إضافة للعلاقات العربية المتمثلة في جامعة الدول العربية كما كان للعلاقات مع الدول الإسلامية نصيب وافر من الاهتمام من قبل الحكومة حيث عملت على تعزيز دور مملكة البحرين داخل منظمة التعاون الإسلامي ودعم التعاون مع الدول الإسلامية في شتى المجالات ومسندة قضايا الإسلامية في مختلف المحفل اكتسب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رحمه الله بفضل رؤيته وسعيه الدؤوب لتعزيز علاقات البحرين الخارجية احترام وتقدير المجتمع الدولي بالإضافة إلى جهود سموه في نشر السلام وتعزيز جهود التنمية المستدامة إن هذا لشرف عظيم لنا ولمملكة البحرين إن هذا التقدير الدولي يوضح بجلاء الجهود المتميزة التي بدلناها معكم في تحقيق جزء كبير من الأهداف الإنمائية للألفية ويمثل حافزا إضافيا لمواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من النجاحات انطلاقا من رؤيتنا التنموية المرتكزة على تحزين مستوى حياة الفرد وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر